بعد ما وقعت حادثة مروعة ببلدة بعقلين قدت إلى مقتل تسع أشخاص اتنين منهم من البلدة امرأة من عائلة التيماني وكريم نبيل حرفوش وشخصين من بلدة عرسيل وخمس عمال سوريين غرد الفنان رامي عياش سلسلة من التغريدات عبر حسابه الخاص على تويتر وقف من خلاله بقرب أبناء بلده بعقلين ونشر صورة جوية للبلدة وطلب حماية الله لإله وقال بالحكمة والعقل منتخطى كل الأزمات حما الله أهلي ببعقلين ثم عاد ونشر صورة لإله من البلدة وأرفقها بتعليق أتى فيه مثلك مثل أرز لبنان شامخ وما بتلين الرب يحميك ويحفظك ويحرس بعقلين ولبنان بعينه اللي ما بتخفى من جهة أخرى وبعد ما بدأ البرلمان اللبناني جلسات تشريعية لإقرار تشريع زراعة الحشيشة لأهداف طبية غردت الفنانة إليسا وكتبت تشريع الحشيشة للاستخدام الطبي رغم أهميته مأخر كتير عولاد منطقة عانوا الظلم لسنين طويلة والأهم أنه يكون فيه مين عم بيرائب ويساعد المزارع تياخد حقه وتما يكون محصوله للتهريب بالصناديق الثودة وكان المجلس النيابي قد أكر بجلسة التشريعية لأن عادة مساء الثالثة بقصر اليونسكو ببيروت اقتراح القانون الرامي لتنظيم زراعة القنب للاستخدام الطبي وقد شكلت الحشيشة المعروفة بنوعيتها الجيدة بلبنان خلال الحرب الأهلية صناعة مزدهرة كانت تدر ملايين الدولارات قبل حضرة ويتحصن العديد من مزارعيها وتجارة بالبقع وهم غالبا ما يتعرضون لملاحقة أمنية وبحق مذكرة توقيف عديدة